تحضر العلاقات البحرينية العمانية تجلت لما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين ترتبط مملكة البحرين بسلطنة عمان بروابط أخوية متجثرة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من قواسم مشتركة رسخها الآباء والأجداد منذ القدم لتزداد رسوخا وعمقا في ظل حرص حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة مما ساعد في تفعيلها وتطويرها والانتقال بها إلى آفاق رحبة وتشهد العلاقات البحرينية العمانية تطورا ملموسا ترجم ذلك حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر الأخوة وزيادة وتيرة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين لتمثل اليوم انموذجا مثاليا للعلاقات بين الأشقاء في ظل ما يجمعهما من وشائج القربة ووحدة الهدف والمصير المشترك وتعتبر اللجنة المشتركة منهجا أساسيا في تعزيز وتأطير العلاقات بين المنامة ومسقط وإتمثل هذا التعاون في اجتماع اللجنة المشتركة البحرينية العمانية للارتقاء بها نحو مستويات أعلى من التنسيق المتبادل لما فيه خير وصالح أبناء الشعبين الشقيقين إن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها من علاقات وثيقة مع سلطنة عمان وما يربط بين شعبيهما الشقيقين من روابط متينة هو تأكيد على أن العلاقات بين البلدين تمضي قدما في بلوغ تطلعاتهما وحرصهما على تطوير وتنمية العلاقات في المجالات كافة للوصول بها إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون والشراكة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة